يكثف الوسطاء جهودهم لتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع فيما أكدت مصادر إسرائيلية إحراز تقدم في محادثات باريس يسمح بالانتقال لتحديد عدد الأسرة المفرج عنهم يشارك في اجتماعات باريس وهي الثانية من نوعها بالعاصمة الفرنسية في أقل من شهر يشارك مدير الموساد ديفيد بارنيا ورئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك ما يدعو للتفاؤل لكنه توقع أن المفاوضات ستكون صعبة كما أوردت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية نقلا عن مصادر مصرية أن هناك أجواء إيجابية في باريس هذا ونقل أعلام إسرائيلي أن الوفد الإسرائيلي عاد من المحادثات في باريس بتفاؤل حذر ونقلت مواقع أعلامية متعددة عن مسؤول قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق مع حماس لوقف موقع لإطلاق النار في حرب غزة واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة وبأنها حققت تقدما كبيرا وقال مصدر إن تفاصيل وقف النار ستعرض أولا على مجلس وزراء الحرب الموافقة عليها يليه مجلس الوزراء الأوسع وذكرت صحيفة معاريف أنه من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء الحرب هذه الليلة للاستماع إلى تحديثات من مفاوضات باريس وأضافت أن المرحلة التالية من المحادثات ستركز على قضية تبدل الرهائن حيث لم يتم الاتفاق على تفاصيلها بعد هذا وقالت مصادر في حماس لوكالة فرانس بغيس إن الخطة الجديدة التي تجري مناقشتها تقترح وقفة لمدة ستة أسابيع في الصراع وإطلاق صراح ما بين 200 إلى 300 سجين أمني فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة تحت جزهم حماس من باريس معنا للمزيد من التطورات حول هذه اللقاءات مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر مساء الخير لك حسين نتابع معك آخر تطورات لهذه الاجتماعات في ظل يبدو أن عدة مصادر تتفاق على أن الأجواء إيجابية مساء الخير لارا أبدأ بالجديد الذي وردني للتو من مصدر ديبلوماسي وفيه أن المحادثات التي جرت هنا في ثالث اجتماع حول موضوع تبادل المحتجزين والأسرة ثالث اجتماع لأن الأول كان في 28 من كانون الثاني يناير الماضي في باريس والثاني كان منتصف هذا الشهر في القاهرة الثالث هو الذي عقد يوم أمس قال هذا المصدر ما زالت الأطراف المعنية بهذه المحادثات بحاجة إلى جولة رابعة وربما خامسة هذا مؤشر على أن الأمور لم تحسم بعد طبعا ثمت مصادر تحدثت عن تفاؤل وعن تقدم ملموس هذا قالته مصادر إسرائيلية أما المصادر الدبلوماسية الغربية فتحدثت عن أن تقدما حصل في جوانب معينة وبقيت المحادثات تراوح مكانها في جوانب أخرى بالتفاصيل وبالأرقام لا رأى الخلاف يتركز حول نقطة تتعلق بأعداد الأسرة الفلسطينيين الذين سيصار إلى الإفراج عنهم وبهويات هؤلاء الأسرة والمعايير التي على أساسها سيفرج عن هذا الأسير ويبقى ذاك الأسير قيد التوقيف هذه النقطة تحديدا سعى المفاوضون إلى تجاوزها ولكن بالمقارنة مع ما حصل خلال صفقة النوفمبر السابقة عندما أفرج عن أقل من 100 محتجز إسرائيلي لدى حماس مقابل الإفراج عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل الأعداد التي يجري الحديث عنها هذه المرة هي أكبر وبالتالي فأن واقع الإفراج عن ثلاثة أسرة فلسطينيين مقابل الإفراج عن كل محتجز إسرائيلي قد لا تنطبق هذه القاعدة على الأعداد الكبيرة التي يتحدث عنها الجانبان هذه المرة الحديث يجري عن مطالبة حماس بإفراج إسرائيل عن مئات الأسرة الفلسطينيين مقابل إفراج الحركة عن عشرات المحتجزين الإسرائيليين لديها تحديدا يجري الحديث عن ضرورة الإفراج تقول حماس عما بين 200 و300 أسير فلسطيني لدى إسرائيل مقابل إفراج الحركة عما لا يزيد عن 40 محتجزا إسرائيليا لديها هذه واحدة من العقد العقدة الأخرى تتمثل في إصرار حماس على أن يقترن إرساء الهدنة المؤقتة بانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بدءا بشمال القطاع وهذا ما ترفضه إسرائيل يجري أيضا الحديث عن خلاف حول وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع أن هذه النقطة كانت هامشية في المفاوضات التي جرت هنا يوم أمس والتي تركزت بشكل أساسي حول مدة الهدنة المؤقتة وعدد المحتجزين والأسرة الذين سيصار إلى تبادلهم لارا سنتبع معك كل باقي التطورات حسين أول بأول شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر كنت معنا من باريس نشرت صحيفة جيروزلين بوست مقالا لنائب مدير الاتصالات السابق في حكومة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو خلال فترة ولاياته الأولى قوله إن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية ماتت ودفنت قائلا إنه وبغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة فإن الساسة الغربيين لا يتمكن أبدا من إحيائها وكاد المسؤول الإسرائيلي السابق في مقالا نشرته صحيفة الإسرائيلية أن الحقيقة البسيطة التي لا جدل فيها هي أن عدد السكان اليهود في الضفة الغربية قد ازداد إلى حد أنه لا يمكن لأي قوة بشرية على بشر الأرض أن تقتلعهم من جذورهم على حد قوله وأضاف المقال أنه اعتبارا من بداية يناير كان هناك 517 ألفا وأربعمائة وسبعة يهودي يعيشون في حوالي 150 مجتمعا في الضفة وغور الأردن وبما أن إجمالي عدد سكان إسرائيل يقدر بتسعة ملايين وثمانمائة واثنين وأربعين ألف نسمة فهذا يعني أن أكثر من واحد من كل عشرين إسرائيليا يعيش في الضفة وقبل عقد من الزمن فقط كان العدد 374 ألفا وأربعمائة وتسعة وستين مما يعني أن هناك زيادة بنسبة 38% في عشر سنوات فقط وهو إنجاز هائل كما قال نحن كبر السن بنعاني من المزوح أضعاف الناس التانية يعني بنعاني بدنا علاج مش ملاجين بدنا فراش مش ملاجين بدنا دواء مش ملاجين يعني الحياة صعبة هنا عملة عملية جال مفتوح والنار هادي فيش يعني مش مليحة إلي أنا مفيش غاز ألا عب الجرة فاضي يعني أمتي إنا نرجع ربنا هد البال ونرجع ونلاقي الدواء ونلاقي الغاز ونلاقي كل إشي الحياة قبل ترجع صمت طويلا ثم خرج بوثيقة لم تقنع حتى أعضاء في حكومته ذلك حال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنمي نتنياهو حين طرح خطته التي تصور الوضع الذي سيكون عليه قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب فبعد مرور ما يقرب من 140 يوما على بدء الحرب خرج نتنياهو وفي يده وثيقة وزعها على أعضاء مجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر تكشف عن توجهاته في تلك المرحلة لم يبدل إسرائيليون تحمسا لخطة نتنياهو بل توالت لانتقادات لتلك الخطة واعتبرتها خطة غير واقعية وقصيرة الأمد ولا ترسم أي ملامح واضحة لليوم التالي بل إن عضاء في حكومة نتنياهو رأوا أنها مجرد تلخيص لمؤتمرات صحفية بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية وقالت القناة الثانية عشر إنها أي خطة نتنياهو لا تحمل جديدا في أي شيء وتسألت قائلة لماذا استغرق أعداد مثل هذه الوثيقة كل هذا الوقت وفيما يبدو أنها إجابة عن سؤال القناة قال مسؤول كبير في مجلس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو كتب الوثيقة لطمأنة الأمريكيين لا أكثر وفي نفس الوقت لعدم إثارة غضب وزري المالية والأمن المتشددين فضلا عن تلك الانتقادات فإن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن من أبرز ما يأخذ على الوثيقة أنها لا تنظر إلى المدى الطويل بل إلى المدى القصير فقط بينما ينظر محللون السياسيون لوثيقة نتنياهو على أنها خطة لاستمرار الحرب وليست خطة اليوم التالي للحرب أو بتعبير أدق تعزيز السيطرة الإسرائيلية لكن ما الذي تضمنته وثيقة نتنياهو حتى لاقت كل هذه الانتقادات بالقاء نظرة على الوثيقة نجد أنها تطرح مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ستنفذ بعد انتهاء الحرب كالحفاظ على سيطرة أمنية إسرائيلية في غزة وحل وكالة الأنروة ونزع السلاح في غزة باستناء ذلك المطلوب لحفظ الأمن العام من المقترحات التي طرحتها وثيقة نتنياهو أيضا إنشأ منطقة أمنية في قطاع غزة بالمساحة المتاخمة للمستوطنات كما ستبقي إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر لمنع إعادة تسليح الفصائل في القطاع خطة رفضتها السلطة الفلسطينية بشدة حيث قال النطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية وأن أي مخططات غير ذلك سيكون مصيرها الفشل ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة هذه التطورات والمعطيات معنا من واشنطن فليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ومن القدس معنا المحلل السياسي شلومو جانور مساء الخير لكما أهلا بكما في الأخبار ليلى سيد شلومو هناك أجواء إيجابية بحسب ما تشيع مصادر إسرائيلية ولكن بنفس الوقت ليس هناك وضوح عما إذا كان الوفد سيعود إلى باريس أو أنه سيكون هناك جولة لاحقة أو ماذا ما هي الأجواء عندكم؟ الأجواء مساء اليوم وحسب الآخر بأن الجانب الاسرائيلي الوفد الاسرائيلي الذي عاد فجر اليوم إلى البلاد أطلع المسؤولين الاسرائيليين خاصة نيتانياهو والانتباع هو تفاؤل حذر يسود الجانب الاسرائيلي في هذه الساعة سيطلع الوفد المجلس الحرب في اجتماع هاتفي لتلقي الدوء الأخضر لمواصلة التحرك وذلك في الدوء المعطيات التي حصل عليها الوفد من جراء المحادثات الماراتونية التي أجرها أمس في باريس هل هذا هو كافي؟ هذا سنعرفه فيما بعد ولكن يقتضح بأن الانتباع الأول لدى الوفد العائد بأن حماس قد عدلت أو لينت مواقفها مما قد يمهد الطريق لمواصلة المفاوضات المواضيع لا تزال شائقة خاصة فيما يتعلق بعدد المحكومين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم بقابل كل مختطف إسرائيلي مدة الهدنة هي كما يقول بأنها ستتراوح إلى ستة أسابيع وستبتدأ مع بداية شهر رمضان أي الهدف المسمى للوصول إلى أي اتفاق هو في مطلع شهر رمضان أي بعد حوالي أسبوعين من الآن هذه هي المعطيات الأولية كيف سيتحرق الوفد للصيري؟ أعتقد أن هذا متروك لنتائج مجلس الحرب كما ذكرت هو يطلع الآن لنتائج جمبة باريس ويبدو أنه في أسبوعين مهلة للوصول إلى كامل التفاهمات بس على كل حال من جانب الأمريكي سيد فليب اليوم زيارة بريت مكجيرج إلى المنطقة بالأيام الماضية يقال أنه هي دفعت إلى هذه الجولة أو ربما دفعت الإسرائيليين إلى ذهب إلى باريس هل فعليا اليوم كان لدى بريت مكجيرج أي أدوات ضغط تختلف عما قدمه مسؤولنا أمريكيون آخرون حين أتوا؟ الواقع الأستراتيجية الأمريكية خلال الشهور المتعددة الماضية هي دعم إسرائيل علناً وإذا كان هناك الانتقاد أن يتم انتقاده في السر ولقد شاهدنا بين الفينتي والأخرى بعض التقدم الذي يحرز حيث أن الحكومة الإسرائيلية ترد بالإجاب وحيانا رئيس الوزراء نيتنياهو وفي ذل الحكومة الاتلافية في إسرائيل يريد أن يعطي إشارات تعارض أي حل طويل الأمد وأنا بتأكيد أعتقد أننا سوف نصل محالة إلى وقف الإطلاق النار بشكل ما لكن السؤال الذي يطرح هو بشأن مدة وقف إطلاق النار هذا وماذا عن القوات الإسرائيلية في غزة خلال هذه الهدنة ثم ما هي العملية التي ستتبع وقف إطلاق النار بالتجاه حل طويل الأمد وطبعا في هذا الشأن هناك انقسام واختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الاستراتيجية بعيدة المدى سيد شلومو من ناحية ثانية اليوم هناك طروح يضعها نيتنياهو بموضوع الخطة لمبعد الحرب إلى جانب كذلك حالة رفض أتت من جانب شركاء له اليوم بالسلطة أو بحكومة الحرب وحتى كذلك أطراف أخرى هل فعليا اليوم ما طرحه أصلا نيتنياهو على باب تفاوض بباريس يحصل من خطة لليوم التالي بغزة هو فقط لإسكات الأطراف التي تضغط عليه بأنه يجب أن تكون هناك خطة سواء الأطراف الداخلية أو حتى الأمريكية أو هو كان جديا بخطة مماثلة الخطة التي وضعها نيتنياهو والتي نشرت هي بمثابة مبادئ ترحت للنقاش أي أنها مفتوحة لباب النقاش أمام مجلس الحرب أمام مجلس الزاري المصغر وهيئة الحكومة بالصفة عامة وأيضا الشعب الإسرائيلي ولذلك لن يقال بأن هذه الوثيقة وهذا المشروع هي الوثيقة النهائية وأن نيتنياهو سيكتفي بها بل هي معرضة للتعديل علينا أن نسكر بأن نيتنياهو بعد خمسة أشهر تمخض عن وضع المشروع والخطة وذلك استجابة للضغوط التي مورست عليه من عدة جهات فعليه كان أن يصد احتياجات أولا الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في دوء متطلبات الحرب الجارية ثانيا الضغوط الأمريكية الممارسة عليه وثالثا الجناح اليميني المتشدد الذي يرى بأنه يجب العودة مرة ثانية إلى القطاع غزة والسيطرة عليها بالرغم من أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة بصورة أحادية الجانب في عام 2005 كل هذه العوامل كانت أمام نيتنياهو كانت عوامل ضغطة علي ولذلك رأى من المناسب أن يلبي نوعا ما احتياجات كل عامل ضغط علي ليخرج بهذه الوثيقة وليقول هنا لدي مشروع هل هذا هو الكافي؟ أعتقد لا هل هذا يلبي احتياجات جميع العوامل الضغطة؟ لا وهل هذه الوثيقة هي بمثابة نهاية أو مواقف نهائية للحكومة الإسرائيلية؟ أيضا لا لذلك أعتقد أن باب النقاش مفتوحا وسيظل مفتوح حتى أن تستقر الأمور ونرى كيف ستتصور الحرب في قطاع ما مع من سيد شلومو بين الأطراف الإسرائيلية الداخلية أو أطراف خارجية كذلك؟ ذكرت العامل الأمريكي كعامل ضغط ذكرت الأحزاب اليمينية المتشددة في داخل إسرائيل وأذكرت أيضا الأجهزة الأمنية التي بما فيها الجيشة التي تريد وتعمل من جراء ضمان احتياجات إسرائيل للأمنية هذه هي العوامل الضغطة على نتانياهو من جميع الجهات ولذلك كان علي إيجاد سيغة ترضي بقدر ما كل واحد منهم بقدر الإنجاب سيد فيليب خطة نتانياهو الحديث عن منطقة أمنية بالشمال الحديث عن محافظة على أغلاق الحدود بالجنوب الحديث عن سيطرة أصلا إسرائيلية على القطاع دون فتح الباب لأي حديث عن دور للسلطة الفلسطينية أو أي طرف فلسطيني آخر هل هي فعلا يمكن أن تكون خطة مقبولة أمريكيا بوقت أن الولايات المتحدة لم تدفع بهذا الاتجاه في وقتين سابق أعتقد أن هذه الخطة لا مجال لها لأن تذهب بعيدا لذلك فإن تفاصيل وقف إطلاق النار سوف تهم وقد تحدنا بشأن وقف لإطلاق النار يستمر ستة شهور وخلال هذه الفترة ماذا يحدث في إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل إسرائيل السياسي لأنه من الواضح أن الحكومة الراهنة ليست مؤهلة للقيام بأي مفاوضات ذات مغزى بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية وأقل من ذلك أفاق إحيا حل الدولتين إذن السؤال الحقيقي الذي يطرح خلال فترة الستة شهور هل يمكن لمجلس الحرف في إسرائيل أن يظل موجود وثم ماذا عن المحاسبة داخل إسرائيل بشأن أحداث السابع من أكتوبر حيث يفدي ذلك إلى انتخابات تتمخد عنها حكومة تستعد أو تكون مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين بشأن المستقبل إذن أعتقد أن هذه الخطة المعروضة لا يمكن أن تكون أساس للحل على المدى البعيد والسؤال الحقيقي هو ماذا سيحدث داخل إسرائيل فيما يتعلق بالمسهد السياسي إذا ما تم الاتفاقه على وقف لإطلاق النار لستة أشهر بس هو بطبيعة الحال سيد فليب أيضا هذا لا يؤسس إلى حل طويل الأمد كما تقول حضرتك بس أيضا لا يبدو أن هناك حديث عن أي حلول قادمة بالنسبة لي المسؤولين الإسرائيليين سواء منهم حاليا بالسلطة أو من خرجوا منها يشمل أي شيء يتعلق بدولة فلسطينية اليوم مسؤول سابق يقول أنه أصلا لم تعد هناك إمكانية لدولة فلسطينية حتى لو أرادوا إقامتها بالنسبة للعدد وللانتشار أيضا هل هناك ضغط أمريكي في هذا الإطار برأيك؟ الواقع أن الولايات المتحدة في موقف يسمح لها لممارسة بعض الضغط ولكن حقيقة أنا أعتقد أن لب هذا الوضع يجب أن يتم حسمه داخل إسرائيل فعلى إسرائيل تجد سبيل للخروج من صدمة هجوم حماس وأن تحصل على ضامات منه في ذلك المحدثة خلال شهور الخمسة الماضية التي أعقبت هجوم حماس بأن هذا كله يمكن تفاديه في المستقبل وأعتقد أيضا أنه يجب أن يكون هناك محاسبة سياسية داخل إسرائيل لما حدث في السابع من أكتوبر ولكن أيضا أن يكون هناك إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية وما يمكن الإسرائيل أن تحقيقه في المستقبل وأعتقد أنه يجب إعادة التفكير بذلك وهذا إذا ما حدث سوف يفتح الباب لممارسة الضغط من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة وربما قد يكون هناك بعض التحركات من البلدان مثل السعودية على سبيل المثال لكن لب تركيز في شهور المقبلة سيركز على القدس وفيما إذا كان الإسرائيليون سوف يشكلون حكومة يمكن أن تتطلع للمستقبل لأنه في الوقت الراهن هذه الحكومة لا وجود لها شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن فليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية والشكر موصولي ضيفنا من القدس المحل السياسي شلومو جانور موسيقى 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 مرام الله ينضم إلينا الآن لمناقشة كذلك كل التطورات دكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح دكتور صبري مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وهذا المساء في برنامج الأخبار الليلة أبدأ مع حضرتك بما يحكى عن أجواء إيجابية الآن بباريس رغم الحديث عن أنه قد يكون هناك حاجة لجولات أخرى بس بنفس الوقت هل لديكم نفس المعطيات بالنسبة لفتح وهل في تعويل أصلا على أي أجواء إيجابية ونتيجة لهذه الجولة نعم مساء الخير كل التحية والمحبة لكم وتحية لشعبنا الفلسطيني ما من شك بأن الأمور تتدحرج بالأحرى بكل الاتجاهات نأمل أن تكون بالاتجاه الإيجابي سيما وأنه حجم النار كثافة النيران في غطاء غزي وهذا الجحيم الذي يعيش أبنائنا وبناتنا يستأهل أن ينتهي معه هذا المشهد إلى غير رجعة وبالتالي الأمور تسير بكل الاتجاهات ولكن من الصعب الحكم عليها الأمور تقاس بنتائجها وننتظر النتائج سيما وأنه كان جولات سابقة ولم يرشح عنها أي نتائج تذكر حتى الله أهلا بس اليوم من الطرف الذي لديه مصلحة بأي عرق النجاح هذه المفاوضات دكتور؟ الطرف الأساس هو نتنياهو بصراحة ولا يريد وقف هذه الحرب ويعتبر أن مستقبله السياسي مرتبط باستدامة هذه الحرب يريد أن يحقق النتائج ويجب أن نذكر دائما بأن النتائج ليست في إطلاق صراح الرهائن ولا في القضاء على حركة حماس كما يقول نتنياهو لديه مشروع أكبر تحدث عنه بالأمس أول ميرت في مقال بصحيفة عارض قال بأن وهذا ما قلناه بالمناسبة على مدار الشهور الماضية بأن مشروع نتنياهو يتمحور حول ترحيل الفلسطينيين وبالتالي هو يبحث عن سبيل لتصعيد المعركة في الضف الغربي لاحظتم كيف اتخذ إجراءات صاربة لشهر رمضان وهو يعي حساسية هذا الأمر لأنه يريد أن يجر المشهد نحو مواجهة واضحة ومتوسعة أيضا وأيضا هذا هو الحال في شمال فلسطين مع لبنان لذلك الأمور حقيقة ترى في نتنياهو أو يرى نتنياهو في هذه الأمور بالأحرى عدم إمكانية الوصول لوقف اطلاق النار لأن هذا سيضر ببقاءه بالسلطة ولن يخدم الآل العسكرية الإسرائيلية هناك أيضا مصادر إسرائيلية ويقال أنها مقربة من نتنياهو تقول أن هناك استعجال إسرائيل اليوم بالوصول إلى أي توافق مع حماس من ناحية غزة خوفا مما يمكن أن يحصل بالضفة الغربية أو القدس خلال شهر رمضان أليس هذا أيضا كذلك مطروحا اسمحيني أنا لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق لأن نتنياهو أعد العدة لمعركة كبيرة تذكرون بأنه قام بسحب بعض الألوية وبعد مركبات الجيش باتجاه الضفة الغربية وباتجاه الشمال نتنياهو يرى في حالة الاستعجال بأنه لم يستطيع أن يحقق الهدف إذا خرج دون أن يأتي بالرهائن أو خرج بدون أن يحقق الإنجاز الذي يريده عسكريا وسياسيا هو سينظر إليه بدائرة الابتهام أو سيوضع بدائرة الابتهام بالأحراء وسيذهب به إلى المحكمة وعليه سينتهي مستقبله السياسي لذلك نتنياهو يخوض حربين حرب إسرائيل المسلحة على الأرض التي ترون تفاصيلها في إبادة الشعب الفلسطيني وحرب بقاءه السياسي في الحلبة السياسية والعسكرية الصهيونية أيضا نسأل هنا عن الخطة حضرتك ذكرت ببداية كلامك ما يتم إشاعته حول هذا الموضوع اليوم عندما يتحدث نتنياهو عن خطة مماثلة بقطع غزة سواء المنطقة الأمنية أو حتى موضوع الجنوب أو استبعاد أي دور فلسطيني كيف يفهم هذا الموضوع؟ هذه رسالته من اللحظة الأولى بس أيضا الآن الإصرار على هذا الأمر وتقديم هذا الموضوع كخطة كيف تتعطون معه؟ أولا يجب أن لا نأخذ الخطة على محمل الجد ليس لأن نتنياهو بريء على الإطلاق وإنما يتصرف كذب هو يحاول قدر الإمكان أن يعطي الانطباع بأنه لديه خطة وأنا قلت لك بأنه لديه خطة وحيدة هو إنهاء الهوية الفلسطينية وترحيل الجميع بغض النظر عن مشاربه السياسي وبالتالي هو يبحث عن تقديم فقط أوراق لإتاهة الجمهور إضاعة الوقت ذر الرماد بالعيون وإعطاء الانطباع أنه لديه خطة لاحظوا المكنة العسكرية الإسرائيلية تعمل على الأرض هو يبني حزاما آمنا حول قطاع غزي هو يقطع الطريق بين الشمال والجنوب هو يمهد لبقاء مستدام في قطاع غزي وبالتالي هو تصرف بعقلية المتسوق بحث عن شخصيات قال أنها شخصيات غزية ثم تحدث عن قوة عربي ثم تحدث عن قوة إسلامية ثم تحدث عن قوة أممية هو ليس لديه إلا خطة واحدة في مخيلته وما يلقيه الآن على الطاولة هو فقط تذر الرماد بالعيون وأعطاء الانطباع بأن لديه خطة التي قدمها بالأمس لا خطة ولا أي ترتيب لأي مستقبل قادم سوى المستقبل الذي يرتأيه في بقاءه وفي إعمال الفكر الصهيوني وإزاحة الفلسطينيين تماما هي حتى منتقضت من جانب شركائه الإسرائيليين وليس فقط من الأطراف الأخرى دكتور صبري أنا أريد أن أسفيد من وجودك معنا حتى بأخذ من حضرتك تعليق على ما نقلته جيروزيلين بوست عن مسؤول إسرائيلي سابق يقول فيه أنه أصلا إذا ما هناك إمكانية لإقامة دولة فلسطينية فالموضوع على الأرض بات مستحيلا تحدث عن الضفة وعن ازدياد عدد الإسرائيليين بالضفة تحدث عن نسبة تزيد عن 38% من الأعداد التي كانت قبل عشر سنوات اليوم ما فعلته إسرائيل بالسنوات العشر الماضية المشاريع الاستيطانية المتقدمة بالضفة وبالمناطق الأخرى هل فعلا تمنع على الأرض اليوم لوجستيا وفعليا إقامة دولة فلسطينية هل نجحت إسرائيل بهذا الأمر أولا من باب هذا التنافس سمحي لي أقول بصراحة بأن هناك ماراثون يستحق أن يطلق عليه ماراثون العنصرية الشاطر فيهم يتنافس لإطلاق تصريحات عنصرية وبالأمس رأينا ووزيرتين تتحدثان عن الحرب وأنهما سعيدتان بأن هناك قتل للأطفال وتدمير وكلفه تنافس عنصري للبحث فقط عن شعبوي خطاب شعبوي وعن شعبية زائلة بإذن الله من يحكم ويضبط إقاع هذه المعركة هم الفلسطينيون ببقاءهم على الأرض وبالتالي أنا أتفق معك بأن توسيع المشروع الاستطاني سيؤثر لوجستيا على لهوية بدون أدنى شك لأنه سيقضي على الجغرافيا التي سيعيش أو يعيش عليها الفلسطينيين أو ما تبقى منها لذلك يجب أن نأخذ بين الاعتبار بأن هذا الذي كتب هذا المقال الذي تفضلت وحدثت عنه أشار إلى 9 مليون كما قال إن كنت تذكري وأنت ذكرت هذا الرقم 9 مليون 842 ألف صحيح نعم لازم تخصم منهم عدد الفلسطينيين سكان الأصليين في الداخل وهذا الرقم سيهبط إلى حوالي تقريبا 7 مليون و2 ألف مما معناه أن الفلسطينيون هم 7 مليون و400 ألف يعني إحنا نتفوق عليهم عدديا وهذا ما يقض مضاجة نتنياهو ومن كبير واسموتريج ومدرسة الفكر الصهيون المتطرف أنه بعد كل هذا التقيل والتنكيل والنحر ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الفلسطينيون أكثر عددا من البحر إلى النهر لذلك هم يسعون الآن ويسابق عقارب الساعة من أجل قتل الجغرافية حتى لا يبقى هناك ديمغرافية فلسطينية ولكن أنا بقول يعني الأيام بيننا وسنرغم أن سيضحك آخيرا بإذن الله شكرا لك ضيفنا من رمالة دكتور صبري صيدام نائب أمير أمين سر اللجنة المركزية لحركات فتح شكرا جزيلا شكرا جزيلا